السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد الذي من خلاله سوف نتدرب على قراءة بعض الكلمات التي بها مد بالألف من أجل تحسين مهارة القراءة لنبدأ على بركة الله بالكلمة الأولى بنات 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 ثم بعد ذلك حرف النون ثم بعد حرف النون مد بالألف ثم حرف التاء في آخر الكلمة تنوين بالضم بنات 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 بلاد بلاد حرف الباء كسر بي حرف اللام فتح لا بلا بلا ثم بعد ذلك مد بالألف بلا بلا ثم حرف الدال تنوين بالضم دن بلاد 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 هاتف هاتف حرف اله فتح ها ها ثم بعد ذلك مد بالألف ها ها ثم حرف التاء كسر تي هاتي هاتي ثم في آخر الكلمة حرف الفاء تنوين بالضم أو ضمتين فن فن ها تيف هاتف 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 طعام طعام حرف الط فتح طا طا ثم بعد ذلك حرف العين فتح ع طا طا بعد حرف العين مد بالألف باللون الأحمر ع طا طا ثم في آخر الكلمة حرف الميم تنوين بالضم من طا من طا من طا من طا من طا من ساح ساح حرف السين فتح س س ثم بعد ذلك مد بالألف س س حرف الح فتح ح س س س ثم حرف الت 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 المربوط في آخر الكلمة تنوين بالضم أو ضمتين تن تن ح تن س ح تن ساحة ساحة حصان حصان حي حرف الح كصرا حي ثم حرف الصاد فتح ص حي ص حي ص ثم بعد ذلك مد بالألف ص ص حي ص حي حرف النون تنوين بالضم نن حي ص نن حي صان حي صان دائرة 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 حرف الدال فتحة دا دا ثم بعد ذلك مد بالألف دا دا ثم الهمزة كصرا دا هذه الهمزة هنا تسمى الهمزة المتوسطة دا ثم حرف را فتحة را دا 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 ثم حرف الداء تنوين بالضم تن دا 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 قارب قارب حرف القا فتحة قا قا ثم بعد ذلك مد بالألف قا قا حرف الرا كصرا ري قا ري قا ري ثم حرف البا تنوينه بالضم بن بن قا ريب قا ريب قا ريب قا ريب كتاب كتاب حرف الكاف في بداية الكلمة كسرة ك ثم حرف التا فتحة كتا مد بالالف كتا ثم حرف البا تنوين بالضم كتاب 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 بنات بلاد هاتف طعام ساحة حصان دائرة قارب كتاب ممتاز بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا المقطع بالتوفيق للجميع وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر